بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي العزاء. آآ طبعا المزرعة دي زي ما قلت لكم دي اول مرة اصورها. احتراما لصاحب المزرعة ما كانش موجود كان مسافر. انتظرت لما رجع وخدت منه المفجة ان احنا نصور المزرعة دي. طبعا انا مش معمل حوالي سنة ونص تقريبا وكانوا دول عجلات بقارة. ولد ولدة عندنا ودي تاني ولدة احنا نعمل عملية الجسد النهاردة بالصنار. آآ العدد منهم يعني. فالمزرعة دي عبارة عن فيديو هين. ده فيديو هوريكم عملية الجسد بالصنار بتبقى ازاي. والفيديو التاني ان شاء الله هنبقى ايه آآ هفراشكم على باقي الحيوانات اللي في المزرعة. وشكل الحيوان ازاي واخد وضعه ازاي التغذية الصحية او السليمة. فطبعا احنا اعمل اعمل عملية الجسد حاليا دباكتي بسم الله ان شاء الله يعني آآ تقريبا كلهم اشهر مع ده مع ده واحدة. آآ تلقاح طبيعي عنده اجل ذكر هو خاص بالمزرعة. آآ المزرعة دي اللي فيها مصنع الزتون وفيها مصنع كزب الصوية. كزب فول الصوية. يعني المزرعة دي عبارة عن مصنع زيت زتون ومصنع كزب الصوية. والآآ والمزرعة دي جوا. طبعا ده عملية الجسد الصنار طبعا اكبر نعمة ربنا كرمنا بها موضوع الصنار البطر ده. ريحنا كتير جدا جدا من موضوع الغش مع التجار. او حتى اه مش هنقول الغش احنا هنقول مسلا ان هما عدم الضرايا ان الحيوان يبقى فيه كمية صديد كبيرة في الرحم. والواحد يقول لك ده عشر تلاتة ومشى في الرابعة وهو اصلا صديد مش عشر. فالصنار ده في صراحة ده عشر تلاتة جانين زي الفولة تلاتة ومشى في الرابعة. آآ الصنار ده ريحنا بيعني عندي الصنار بيجيب تمانية عشرين يوم. آآ بصراحة انجاز يعني ربنا اكرمنا به وحط النقاط على الحروب بالنسبة للتجار. مش بعد ما يشتري منك الحيوان ويمشي يرجع يقول لك ده الحيوان طلع فاضي ده صرفت البجرة صرفت ومفعش عشر. مع ان هو اخيتها منك عشوار. لا الجهاز ده خلاص بقى انت فيوريك الجنين بعنيك. مجرد بتشوف الجنين خلاص مالكش عندي حاجة. اول ما يطلع الحيوان من البيت بتاعك يا باشا. مش تابعي. هادي دي برضو حالة عشر. بسم الله ما شاء الله يعني آآ دي شهرين. دي شهرين لضاف دي. طبعا اللي على جنب دي الزراير دي اللي هي المشي ما بتبدا تكون ده عشر شهرين. آآ طبعا الصنار ده احنا بموجود حاليا في عندنا تلات وحدات آآ منزلة جهاز صنار فيها بطريق. وان شاء الله في الفترة اللي جاي بازن الله. احتمال يا عماموه على جميع الوحدات البطارية. لكن الصنار ده خاص بي انا جهاز بتاعي انا شخصي. بشتغل بي يعني. فالنفعني جدا طبعا. حتى في في ايام عيد الاطحى. وعمليات الجهاز بتاع الاغنام اللي الناس كانت بتتبعه بس. كان بيطلع عشر. كان بتحصل خسائر كبيرة. فالصنار ده حل مشكلة بصراحة مشكلة كبيرة جدا. وبيبدأ من عند تمانية وعشرين يوم. يعني هو بيجيب تمانية وعشرين يوم. فانصح اي حد بصراحة يعني عايز جسم جسم شغل بالصنار. عشان ده كلام بيبقى نهائي. وبيعرفك التهابات الرحمية. بيعرفك حمول المبايد. بيعرفك ايه ايه سبب تأخير العشار عند الحيوان. يعني كل حاجة بتبقى اضحى قدامك. المبايد الرحم. القانات فلوب. المبايد عليه بوايدة ولا معلاش شغل والمشتغال خامل ولا نشط. عليه جسم اصفر ولا معلاش. ده طبعا بيساعدنا في التشخيص ان انا ازاي اتعامل مع الحيوان. يعني انا ممكن حيوان تقول يا دكتور ده خدت اربع حجن صرفان وما صرفش. طبيعي. ان المبايد معلاش تركيب. ادي دي مثلا اربين يوم. اه دي باسمنا ان شاء الله اه دي دي اربين يوم بالزبطها. ان شاء الله اربين او خمسة اربين يوم كمان. دي خمسة بان الجنين كده. الاسود اللي حواليه دي المية. دي المية اللي حوالين الجنين. فيقول لك الحيوان خاط حجنة واتنين ما صرفش طبيعي ما صرفش طالما المبيض معلاش تركيب. حجنة صرفان بتتاخد بتوجع تركيب معين بيبقى موجود على المبيض عشان يبدأ يخش في دورة جديدة. من العشر. فهو المبيض اصلا خامل مششغال معلاش الجسم الاسور ده اللي هتشتغل عليه الحجنة. فدليل كده احنا بندي بنضيع فلوسنا على الفاضي. بتدي حوجنا بمية جنيه او بمية وعشرين على الفاضي. دي برضو عشر خمسين يوم تقريبا. اهو ده جنين خمسين يوم اهو. النبض بدأ الشغال ما شاء الله النبض الشغال فيه اهو. فالسنار بصراحة نعمة كبيرة ربنا اكرمنا بيها. بيشخص لنا الحيوان الحالة في الصحية بتاع الرحم كويس. بيفرج معنا كتير في عملية التشخيص والعلاج. يعني انا بدل ما ادي حجن صرفان لا انا ابدأ اعالج المبيض عن طريق اه فسفور صناعي. هحط ردة كتير. ادي حجن فسفور منشطات للمبايد. بحيس المبيض يشتغل اول بعد كده الحيوان هيصرف وحديه. لكن لما يبقى فيه حالة خمول مبيض. والله لو عطيت مية حجن الصرفان مش هيصرف الحيوان. لان المبيض مش شغل اصلا. فانت بتهدر فلوسك على الفاضي. فنصيح يعني اي حد يعرف دكتور عنده صنار جريب منه تعامل بالصنار على طول. ما تجسش بالايد. الصنار ده ده كاميرا بتصور. اللي يقول لك ده الصنار بيخلي الحيوان يرمي ده كلام فاضي طبعا. ده كاميرا بتصور. مالهاش علاقة بالجنين. احنا ما بنوسكش حتى الجنين بدين. زمان كان واحد بيفضل يمسك بيده عشان يتأكد ان دي بيزرة ولا مية. فكان مرات كتير جدا كان بعد العس الحيوان يرمي. ليه? لان البيزرة تفعصت تحت دينا واحنا بالجس غصبا عنا مش بيدينا. فتبص تلاقي الحيوان ايه? بعد العس بص يقول لك ايه? ده الحيوان رمى او طير. لكن دي كاميرا. احنا بنحط كاميرا فوق الجنين بيصور للجنين. ما بلعبش خالص عند الجنين نهاية. فطبعا العجلات دي بسم الله ما شاء الله يعني والده والده عندنا. ودي التاني عشر اللي ببطنة ديت. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم باقي الحيوانات اللي في المزرعة. وعملية التغذية الجيدة والحيوان الجيس مرائجة زي دي طبعا فاضية. احنا بنجي ساعة بس عشان نعمل لها تدليك للمبايض. واشوفوا المبيض دي دي فحص. دي حالة فحص. دي الواحد اللي طالت فاضية وحنا عارفينها فاضية طبعا. يعني بجيسة بس بعمل لها فحص المبيض او بروي. لجيت فعلا المبيض اه معلش اي تركيبات. فاضطررنا ان احنا نعمل لها اه نديها حجن تنشيط مبايض مع الرضة والسنائي على على الرضة. يبدأ الحالة المبيض تشتغل يبدأ الحالة يخش في دورة اوتوماتيك يعني. وعلى فكرة افضل من الحجن الصرفاء. يعني انا لما لما اعمل كده ونشط المبيض وديها فصفور والمبيض اشتغل واحد دي وتخش في دورة. افضل مئة مرة من ان انا قدي حجن صرفهم. طبعا شايفين البعام ديت بسم الله ما شاء الله. طبعا اه يعني انا دي لي معاهم سنة ونص تجريبا. ما شاء الله يعني اول ولدة اه حاجة هالوة بورها لكم برضو في الفيديو اللي جاي. ودي اعتبر تاني بزرة اه في الحيوانات ديت. وزي ما قلت ده تلقيح طبيعي. في عجل دكر هوره لكم برضو. تلقيح طبيعي داخل المزرعة. اه مزرعة كويسة عمال امينة. ناس بصراحة يعني ربنا يبرك لها بسم الله ما شاء الله يعني يستهلوا. يستهلوا بصراحة لانهم بيتعبوا. ده برضو كان جاب عجلات بقرة وربوها. بدأ بالبكر. انا دايما بحب مشروع البقرة دي. بدأ بالبكر وربنا كرمنا فيهم الحمد لله. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكو على بقية الحيوانات اللي في المزرعة. يعني اتعجبكم اوي اوي يعني. ان شاء الله يعني اه يا ربنا لعجابكم. تحياتي لكم جميع اصدقاء العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.